مشاهدين يمكن تنشب بعض المشاكل ضمن العائلة الواحدة نتيجة لحالة الوراثة إذا كان في شخص متوفى فبصير يمكن بعض التفاصيل اللي بيتخانقوا عليها بصير خلافات عليها خصوصا إذا كان في وصية لهيك تواجد القانون لحطة يفصل حقوق الأشخاص عن بعضها ويعطي كل شخص حقه فعليا صحيح مجدولين اليوم من أهل الإختصاص رح نعرف أكتر حول هذا الموضوع مثل كتابة الوصية قبل الوفاة والطريقة لتكون صحيحة أسباب بطلانة وشروط تنفيذها وفقا لقانون الأحوال الشخصية معنا بالستوديو الأستاذة المحامية بيان صالح أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك سعيد صباحك الله سلامك سعيد سعيد وقتك يا رب بالبداية نحن دائما نسمع أنه نكتب وصية لشخص المتوفى ففعليا نحن نسمع بشكل مجتمعي هل بالقانون في شيء يسمى الوصية؟ نعم أكيد هلأ قبل البداية بحب وجه لكم تحية وللساعدة المشاهدة أول شيء تاني شيء طبعا أكيد هذا الشيء موجود أي شخص بيشعر أنه هو مثلا مرض أو مثلا قارب بعيد الشر عنكم يعني على الوفاة أنه هو قادر أنه ينزل يعمل عقد هذا العقد طبعا بيكون بإرادة منفردة من قبله للأشخاص اللي بده يوصلهم ويفضل أنه يقوم بتنظيمه أنا أفضل أكتر ما أنه يوثقه بيقدر يكتبه هو بيروح على الكاتب بالعدل يوثقه هناك أو بيقدر يروح مباشرة على الكاتب بالعدل ينزمه هناك طبعا ويفضل يكون في شهود يفضل يكون في ناس بتعرف أنه هو رح يعمل هذا العقد هناك ورح يسجله وبياخد رقم وتاريخ بتسجل أصولا بهذا الموضوع وهو طبعا فينا يختار أنه هذا الشيء طبعا ما ينعرف فيه أو ما أحد يقرأ أو حتى فينا يختار أنه حتى العالم تقرأ قبل ما يتوفى يعني بحيث أنه بعد ما يتوفى يكونوا أهله أو الناس العيلته بيعرفوا أنه فيه وصية الوقت بيقدروا يتصرفوا على أساسه تماما يعني هنا هو انتقل من حالة ممكن تكون عفوية أنا عنديك شخص رغبة بأنه تكون أملاكي إلى أشخاص معينين أو بحالة معينة لحالة وثيقة صارت فينا نقول نعم طبعا هي وثيقة قرانية مسجلة لأصولا إذا هو يحب هيك ولكن نحن على أرض الواقع أغلبيتهم ما بيعملوا هذا الشيء بتلاقيهم بالبيت بيقولوا والله الأرض لفلان والبيت اللي عالقاني لعلكان ما بيوثقوها وبس بتنجع خلافات بسبب هذا الموضوع أنا قطعا بفضل الطريقة يعني حتى اليوم يعني كثير من الأشخاص بيعتبروا أنه مجرد ورقة ما لأ أي أساس من الصحة مثل ما حكيتي أنه هي موثقة بتكون عند محامي أو قادم يجوز أيضا عند محامي يعني هي أساسة لحتى تكون هي ورقة موثقة أنا بفضل بيظل الخلافات المعهودة اللي عم نشوفها من وراء مشكلة المال اللي هي دائما عم سبب نزاعات وخلافات وقطع للأرحام يعني بالعوائل أنه دائما تكون مسجلة بشكل أصولي ونظامي ما أفضل أنه تكون متروكة هيك كحكي فقط مجرد حكي تماما اليوم لما بنا نحكي عن الوصية الشخص اللي حابب أنه يكتب وصيته بغض النظر إذا هو شعر يشعر بأنه هو على حفظ الوثاء أم لا فيه شروط يمكن يجب أن تستوفيها الوصية لحتى تكون فعلا وثيقة يعني يعترف فيها أو ملزمة للأشخاص الموصبة بهم نعم هلا مبدئيا قبل ما نتطرق لهذا الموضوع لابد لنا من أنه نعرف شو هي أساسا الوصية تمام هلا هي الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت لتركة المتوفي يعني الإنسان عندما يتوفى لا يستطيع القيام بأي نوع من أنواع التصرفات وقانونية نهائيا إلا الوصية هي تعتبر تصرف ممتد إلى ما بعد وفاته نعم ممتد لحياته ولكن هذه الوصية نحنا ما رح فينا نكتبها لمين ما كان وما رح فينا نكتبها شلو ما كان أو جزافا أو بدون ما نعود لشروط معينة بتحكمها وبتحددها أول وأهم شرط أو خلينا نبلش مبدئيا بتسلسلية الوصية هلا شخص توفي الله يرحمه يرحم أمواتكم جميعا أول شيء نحنا بدنا نحدد قيمة التركة اللي عنده ياها طبعا ما هي التركة هي جموعة صافي أمواله بعد اقتطاع بقية الحقوق والواجبات اللي عليه أولا نقوم باقتطاع ما يكفي لتكفينه وتجهيزه ودفنه هذا أول جزء مهم ثاني شيء في عندك مثلا المهر هي من الديون الممتازة هلا كل امرأة يجب أن تعرف أنه بمجرد وفاة زوجة يستحق لها مؤخر مهرها بالعقد الزواج بعدين الديون المترتبة عليه كافة الديون المترتبة بذمته إلى الناس لباقي الناس الموجودين اللي ممكن يكون كاتبة وممكن ما يكون كاتبة طبعا بفضل يكون كاتبة طبعا مثل ما ذكرنا طبعا تمام كمان يجب اقتطاعة بعدين في عندك الوصية الواجبة الوصية الواجبة اللي هي تكون لابن الابن وإذا كان في عنده ابن توفى قبله وإلى آخره بعدين ما تبقى من بعد هاي الأمور بما يعادل نسبة الثلث فقط لا غير يحق له أو أدنى يحق له أنه يقوم بيوصي فيها أو يتصرف فيها الأشخاص التاني طبعا أهم الشروط اللي لازم تكون هو عقد بالنهاية يعني الوصية هو عقد بالنهاية مثله مثل أي عقد تاني من أهم شروطه الأهلية يعني يكون له كامل الحرية والإرادة يكون واعي بالغ غير فاقد للإدراك مثلا ما بيسيبه عطه أو جنون أو صفه وما إلى ذلك ولازم تكون إرادته حرة شو يعني إرادة حرة يعني ما لازم يسيبه أي عيب منه عيوب الرضا مثل موضوع الإكراه تماما أو الضغط عليه لحتى أنه يوقع أو يكتب موصية معينة وما إلى ذلك من هذه الأمور ما بيسيرتكم موجود لازم يكون هو حر بكافة قراراته بما يتعلق بهذا الموضوع طبعا فيه شروط تانية بتتعلق بالموصى له يعني هنا نحن عم نحكي عن الموصي عن الشخص الموصي المؤرس نعم ولكن الشخص الموصي له كمان يجب أن يكون بارا غير فاجرا يجب أن يكون لا يسيبه سفه يعني سفيه بالقانون السوري هو المبذر مثلا لا يسيبه عطه ما رح يروح يأخذ الأموال موضوعه له ويروح يحطه مثلا بغير مكانه أو يضر الناس فيه وكمان من أهم الشروط أنه لازم بتاريخ وفاته للمتوفي بتكون أمواله كاملة يعني ما بيجوز أنه أنا وصله شخص أنه والله أنا إليك البيت يلي بالمزة في علات شرقية وإنتي إليك الأرض يلي بيعفور مثلا ما في عدل لا قبل الموضوع العدل نحن أستاذنا بهي وبعدين يجي بيعون قبل ما يتوفى أنت هون مبتملكا أنت على أي أساس عم تجري تعمل هاد الشيء وبالتالي أنا قضت مضمون الوصية في نيؤول تماما أنت لأ معد في عندك الذمة المالية الكاملة اللي أنت يعني أورادي كنت موصفية بوسيطك أو بدك توصي فيها طب أنت آيلي إلي هاي الطاولة طب أوكي رح تبعت على الطاولة وتوفيت طبعا أوكي ما ضلل لي شيء أساسا تماما فمسلا من الشروط لازم يكون في أموال معينة موجودة عنده بتاريخ وفاته هلأ مثل ما تفضلتي حضرتك قبل شوية عن موضوع العدل وما العدل هلأ كمان من شروط الوصية أو خلينا نقول هذا أمر كثير مهم الأساسف الشريعي بفلسفة الشريعة الإسلامية اللي وضعت هذا الشرط خلينا نقول هو مشان ما يصيب عدم عدل متل ما تضلتي أو إجحاف بحق أحد الورثة يعني مو من حقك أنت كوريث عندك لتصبيان وبنت أنت بتحب لهذا الشبك واحد منهم كتير الكبير أو مثلا بتحبها البنت كتير تروح توصي لها بأكتر ما بيعطيها الشرع طبعا هون أساسا في عنا قاعدة قانونية بتقول لا وصية لوارث يعني هم فيهم الأشخاص الأفراد العائلة يعترضوا على هذا الشيء طبعا هلأ هاي كنت عم بحكي لك هلأ لا وصية لوارث فأنت تجي تقول مثلا هي بيطلع لها بحسب القاعدة الفقهية المعروفة للذكر مثل حضر الأنثين تماما تجي تقول أنه هي إلى مثلا ولا ثلاث بيوت ولا هذول الثلاث صبيان إلهم بيت واحد أنت من حقك أنك تضمن حق بنتك ولكن بما يتوافق ويتواقم مع الشعر والقواعد الفقهية هون أي وريث بحس بالإشحاف أو بالظلم من هاي الوصية فين يروح يطلق فيها أبطال الوصية تمام طب هون عم نحكي نحن عن حالة الوصية في حال ما قبل الوصية الشخص صاحب المال سجل الحصص أو سجل الأملاك إلى أفراد معينين من الأسرة وترك جزء بسيط يلي هو تقسيم الورثة الورثة يعني بدون ما يكون في تحديد بهذا الجزء هل هون القانون بعاقب أو عفوا ممكن يتم رفع دعوة لتخليص الأفراد اللي تم تسجيل بعض الأملاك بإسمهم ما قبل الوصية نعم كنت عمل لك قبل شويفينه يرفع دعوة إبطال إبطال الوصية هلأ يجوز بحالة وحدة هم ما في وصية أنا أصدي شيء خارج عن الوصية يعني يعني الشخص يلي قبل ما يتوفى عنده أملاك سجل حصة 2-3 إلى فرد من الأفراد وما تبقى من الأفراد ما سجل لهم شيء فهل يجوز بعد الوصاة ترفع دعوة نعم تجوز رفع الدعوة يتم رفع الدعوة طبعا من قبل الورثة أصحاب الصفة وأصحاب المصلحة بهذا الموضوع طبعا قبل نحنا فينا مثلا نقعد مع بعض كعيلة توفى والدنا مثلا الله يرحمه وكتب لنا هيك اللون إذا كان في إجازة من الورثة إنه معلش خلص خلي أختنا تعخذ مثلا هالأصداء أو خلي أخونا نحنا بالتراضي أوكي بتمشي الورثة حتى لو كنتم موسي أنت بأكتر تمام ولكن إذا ما هذا الأمر ما ناصبهم فينهم يرفعوا دعوة يطالبوا فيها بإبطال الزيادة بالوصية يعني فوق الثلث وبترجع بقى لفكرة لا وصية لوارث يعني بترجع تقسيمها بفكرة لا وصية لوارث اللي هي القاعدة التخيل اللي عم تحكم يعني لازم يكون في عدل بكتابة الوصية بإضافة كمان لابد نتنويه لفكرة أنه هي قواعد الميراث والوصية هي قواعد آمرة يعني لا يجوز مخالفة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها هي من النظام العام تماما في مبطلات تانية غير غير اللي حكينا عليه نعم هلا من أهم الأمور اللي ممكن تبطل الوصية مثلا مثلا أنا وصيت لك ببيت واحترق أوك راحت أو مثلا كان الشخص اللي عم يوصي صابه جنون أو فقد إدراكه مثلا ولست ما وصى تمام أو خلينا نقول وصى أو هو عم يوصي كان هذا الشي بيصيبه هلا أكتر شي الورثة اللي ما بيعجبون هذا الشي هنا بيحاولوا شو يعملوا أن والدنا قبل ما يتوفى أو والدتنا أو جدنا أو إلى آخره كان شخص مصاب بمرض الموت أو كان محجور عليه أو كان فاقد إدراكه فعليه أساس كان عم يعمل هاي الوصية طبعا بيتم إثباته بكافة الطرق من شهود من قرائم من دلاء الكتابية إلى آخره طبعا بيان إذا كانت مجرد ورقة معلها موثقة أبدا كيف بيتم التعامل معها منرفع دعوات تثبيت وصية على ما أعتقد طب يعني ممكن يكون حدا من أفراد العائلة مجدولين يكون هو اللي كاتبه مثلا بهذه الحالة شو متلت بهذه الحالة أنت أساسا لما بدك ترفع دعوة أنت مين بدك تبلغي لحتى يجو يحضروا هاي الدعوة بدك تبلغي بقية الورثة يلي تنظموا بوثيقة حصر الإرس طبعا في عندك حصر إرس شرعي وحصر إرس عمالي وإلى آخره وقانوني تمام حسب أنت شو حددت حصر الإرس الشرعي مثلا اللي ذكر مثل حضر الأنثى ينهي هذا المطبع أما بالقانوني الذكر بيأخذ مثل الأنثى بالعمالي أمر آخر بيتعلق بال فأنت وقت بدك تعمل حصر إرس حيبين معك من هنا الورثة الموجودين أنت حتضر لما بدك ترفع هذه الدعوة تبلغهم كل ياتهم أنهم يتفضلوا يجوا على قاعة المحكمة ويحضروا أمام القاضي ويسمعوا إذا موافقين أقروا بمضمون هاي الورثة إذا ما أنا موافقين فلهم أن يعترضوا إحنا ما شفنا معرفنا معرفنا بعدين الوصلي أساسا تجوز كتابة تجوز شفاهية المسا ممكن يكون شخص أخرس مثلا هذا الشخص كيف بدك أنت تعرفي بدك تجيبي خبير من المحكمة أو من قبل كاتب العدل أو من قبل القاضي الشرعي بيسمعوا بيفهم لغة الصم اللي وكم مثلا وبيكتب وصيته وهون بيعرضوا بيعودوا على الورثة إذا وافقوا عليهم في حال كان الشخص المورث آيل وصيته شفاهيا لمجموعة من الأشخاص يعني آيل أنا بس أتوفى بيتي الفلاني لفلان محلي لفلان حصتي من كذا لفلان هون كيف نحنا ممكن نثبت الوصية الشفاهية هل نحنا منجي بشهود هل يؤخذ بعين الاعتبار الخلافات اللي ممكن تكون ناتجة أو ناجمة عن هالنقطة كيف ممكن حلق قانونيا هلأ برجع بإلك أنا مثلا نح أطرح لك مثال أنا وأخوتي مثلا نحنا خمسة توفى وازي الله يرحمه ترك لنا مثلا ثلاث أراضي وبيت قال إنه الأرض الفلانية لبيان والطابع الأولاني لأخي فلان والطابع الثاني مثلا الأخي علتان أو البيت تمام نحنا كدنا قاعدين تسمعنا هذا الأمر طيب توفى الوالد أخي فلاني يتزوج صار عنده أولاد أخي الثاني نفس الشي ما عاد عجبتهم هاي القسمة تماما فيني أنا كصاحبة مصلحة بموضوع أرفع دعوة على بقية الورثة إنه من باب إعلامهم بأنه هاي الورثة اللي صارت صارت شفاهية ويوجد شهود على ذلك لهم مثلا ممكن جي بأي شاهد كان قاعد بهاي القصة إذا إجوا برجع بعيد أقروا بصحة فحوة هاي الوصية كانت صارت يعني القاضي ملزم أنه كلهم موافقين على هذا الوضوع بقرة أما إذا لا ففينهم هنن كمان يقدموا إثباتاتهم الكاملة يعني أنا بجيب شاهد أنه لأ والدي ما كان بوعيه والدي ما سمع هذا الحكي أنا ما سمعت هذا الحكي ما صار قيمتا كيف أنت بدك يعني البينة على من الدع هل اليوم تتوافق الوصية مع الشريعة الإسلامية طبعا فلسفة الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع تقوم على أساس العدل الاجتماعي مثلا جاءت سورة النساء مثلا سورة النساء فيها أحكام مجملة طبعا لا يجوز حتى أنك تتناقش فيها يعني حتى قواعد أساسية للأخلاق وللورثة وإلى آخره والميراث بشكل عام ولكن يوجد بعض الآيات التفصيلية اللي منا وردت بسورة البقرة طبعا أنا معني حدا متفقه يعني بالموضوع بس الفكرة الأساسية أن الشريعة الإسلامية لما أجد حددت هذا الشيء كان من المعروف أنه عن العرب أنه كانوا ما يورثوا إلا الرجال الأقوية من القبائل أو من القوم على الاعتبار أنه يقوموا بالهجوم والفتوحات والحروب وإلى آخره كانوا ما يورثوا النساء ولا يورثوا الأطفال لما أجدت الشريعة الإسلامية بالعكس صارت المرأة حتى من أكثر من الجهة يعني هي ترث كأخت ترث كزوجة ترث كأم ترث كأبنة فأكيد يعني الشريعة الإسلامية أجد وحققت المساواة والعدالة الاجتماعية وهي بالنهاية قواعد إلهية يعني لا يجوز حتى النقاش فيها صحيح بدنا نشكرك كل الشكر على المال اللي هو زينة حياة الدنيا ولكن يعني فينا نقول نحنا يعني يفترضنا ما يكون هو سبب للنزاع بين الأخوة شكرا كثير لوجودك معنا شكرا كثير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم